اشتركوا في القناة جنبه صار في زر جديد او كبسة جديدة او ايقون جديدة اسمها الانتساب هدي ميزة جديدة اليوتيوب حطها هي لنوع من انواع تمييز بعض المشتركين عن البعض وهي تمييز مدفوع يعني بمعنى انت بتتبرع او بتساهم للقناة بشيء او مبلغ من المال ثلاث دولار يمكن او خمسة دولار او عشرين دولار على حسب وهي مراحل اربع مراحل يعني اللي هو العضو البرونزي الفضي الذهبي الماسي وكل واحد له اشتراك معين ومزايا معينة وبيطلب مننا اليوتيوب انه احنا نحط مواصفات معينة لهذا او ميزات معينة لكل عضو من الاعضاء فحطيت انا تمييز لكل العضاء طبعا اه رح يكون فيه قصائص ثانية واشياء ثانية طبعا باثناء التواصل والاتصال ما بيني وبين المشتركين طبعا هاي خيارية او اختيارية بمعنى اخر يعني مش مجبرين انكوا تعملوها ولكن اللي مثلا عنده صعوبة انه يتبرع بمبلغ مالي او عن طريق البنك او الببال او التحويل وعنده بطاقة نت او انه بتسوق عبر النت بيقدر انه مثلا يحط مبلغ بسيط اذا هو حابب اه فيه الها مزايا كثيرة اه طبعا ما بعرفها انا تحديدا يعني انه اقولك والله انا فاهم ايش هي انا ما بعرفش هي ولكن انه بصير فيه اه رسائلهم اه لازم مني اني اجاوب عليها او اه تعليقاتهم بيكون لها اشارة معينة لازم اني ارد على كل تعليق بيكون لهم ميزة خاصة بالردود او بالاجابات او بالطلبات اللي هما بيطلبوها على حسب كل واحد وايش العضوية تعتو وطبعا انا هاي المقدمة لانه اليوتيوب نفسه طلب مني اني انا احكي هاي المقدمة عن هذا الموضوع عشان المشتركين يكون عندهم خبر يعني بمعنى اخر لازم اعلن عن هذا الموضوع وانا اهيني اعلنه الكو حرية الاختيار بانكو تنتسبو او ما تنتسبو هذا اشي ما بزعني وما بذايقني انه عملتو او ما عملتو اذا عملتو هيو خير للقناة ما عملتو برضو انتو موجودين وانتو اصحاب القناة طبعا خلينا نروح على توقعاتنا عشان ما نطيل ونعمل اه كثير حكي يعني هي مطلوب ثلاث دقائق يعني حكيت ثلاث دقائق طبعا توقعاتنا اليوم الخميس تسعة ايلول تسعة تسعة القمر موجود في منزلة الغفر اليوم وهي للكنوز والضفر والمنع والتفريق والمشاكل والنفي رح يمكث القمر لمنتصف الليل منتصف ليل هذه الليلة اللي هي الاربعة على الخميس لساعة اتناعش و احداشر دقيقة بعد منتصف الليل بتوقيت جرينيتش يعني بتوقيت الاردن الساعة ثلاثة و احداشر دقيقة صباحا لا ينتقل بعدها القمر لمنزلة الزبانية وهي الفساد والقطع والمشاكل رغم موجود القمر في هاي المنزل الا انه اليوم هو سعيد بحالاته القمر موجود في الميزان و حكينا لما يكون القمر موجود في برج احنا جميع الابراج تحديدا ابتوخذ من صفات هذا البرج فبما انه موجود في الميزان فرح ناخذ من صفات او بعض صفات برج الميزان هي لا رح تأثر على جميع الابراج في هاي الفترة هاي الفترة هي افضل فترة عاطفية لتعزيز او صار علاقة عاطفية مع الحبيب او تحسين علاقة زوجية لها بعض التوتر منكون في هاي الفترة اجتماعيا اكثر من ميلا الاسترخاء بيجد الغراب متنفس لدى العشاق ولكن ممكن تلعب الغيره دور في علاقة لم تستقر بعد في هاي الفترة مننجح في اعمالنا الفنية وبوسعنا القيام بمشروع مشترك يمكننا ايضا اقامة حفلة او اعادة تزيين للبيت او المكتب واقامة حاجية جميلة او اقتناء حاجية جميلة بالنسبة للزوايا الفلكية طبعا اليوم عنا ثلاث زوايا فلكية زاويتين ايجابية ووحدة سلبية وطبعا حكينا ان الزوايا الفلكية مجرد ما ذكرناها هي تأثيرها طيلة اليوم وخصوصا اذا كانت للقمر اما بالنسبة للكواكب الاخرى اللي ثقيلة بتكون تأثيراتها اسبوع اذا كانت لها البطيئة جدا اللي هي زي بلوتو اورانوس نيبتون زحل المشتري هذول حركتهم بطيئة فالتأثيرات ممكن تستمر لشهر او اكثر طبعا اليوم كل الزوايا هي لها علاقة بالقمر فالزاوية الاولى هي زاوية اقتران ايجابية فرح تكون بين القمر وبين عطارد وهي رح تكون في تمام الساعة وحدة صباحا بنشعر بقوة الفكر والقدرة على الادراك الجيد للامور بالاضافة الى نشاط الذاكرة وسرعة البديهة اما بالنسبة للزاوية التي تليها فهي زاوية تربيع سلبية رح تكون بين القمر وبين بلوتو وهي رح تكون في تمام الساعة ثمانية وسبعة واربعين دقيقة مساء بتدفع بعض الاشخاص الى التسلط ومحاولة فرض سيطرتهم على الاخرين ممن حولهم من الاصدقاء وافراد العائلة اما بالنسبة للزاوية التي تليها فهي زاوية تثليث ايجابية رح تكون بين القمر وبين المشتري وهي رح تكون في تمام الساعة تسعة ودقيقتين مساء بنهتم بشكل كبير بمشاكل ومتاعب الاخرين من حولنا كأنها مشاكلنا احنا ومنحاول ان نساعدهم قدر الامكان يعني سيعمل انساني وبتلوح الفرصة للتحصيل على مكسب مالي وبتساعدنا في تعزيز الروابط العائلية بالنسبة طبعا للقمر بما انه موجود في برج الميزان فخلو المسار القادم رح يكون يوم الجمعة عشر تسعة بيبدأ في تمام الساعة أربع وسبعة واربعين دقيقة صباحا بتوقيت جرينج وبيستمر حتى تمام الساعة ستة وأربع دقائق صباحا لا ينتقل القمر لا برج العقرب بالنسبة لعمر القمر عمر القمر الهلال ثلاث أيام في تمام الساعة خمسة وثلاثة وثلاثين دقيقة صباحا بصير أربع أيام نسبة الإضاءة عشر في المية أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطبع الكواكب لهذا اليوم الشمس في العذراء حتى يوم اثنان وعشرين تسعة طبعا يوم اثنان وعشرين تسعة هو بداية فصل الخريف للي بسألوا إمتى ببدأ فصل الخريف هو يوم اثنان وعشرين تسعة بدايته طبعا الشمس الآن منتحسة بالنسبة خمسة وعشرين في المية أما بالنسبة للقمر في الميزان حتى يوم عشر تسعة سعيد بنسبة خمسة وثمانين في المية عطارد في الميزان حتى يوم سبعة وعشرين تسعة سعيد بنسبة خمسة واربعين في المية الزهرة في الميزان حتى يوم عشر تسعة سعيد بنسبة خمسة واربعين في المية المريخ في العذراء حتى يوم خمسة عشر تسعة منتحس بنسبة خمسة عشر في المية المشتري في الدلو بيتراجح حتى يوم ثمنتاش عشرة منتحس بنسبة عشر في المية زحل في الدلو بيتراجح حتى يوم احداش عشرة منتحس بنسبة أربعين في المية أورانوس في الثور بيتراجح حتى يوم ثمنتاش واحد منتحس بنسبة عشرة في المية نبتون في الحوت بيتراجح حتى يوم واحد اطناش منتحس بنسبة عشرة في المية بلوتوف الجدي بيتراجح حتى يوم ستة عشرة منتحس بنسبة عشرة في المية وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل طبعا هذا يوم جديد للي بيحب انه يعمل عمل مشترك يعني يعمل شراكة يعزز علاقته ما بينه بين الشريك او الزوج او الزوجة او يتفقوا على شيء او يعملوا مصالحة ما بينهم بين بعض او يتراجعوا عن قرارات سابقة يوم جيد صحيح انه القمر مقابلك تماما وهذا شيء شوي بيضغط على طاقتك الا انه بما انه سعيد اليوم ففي اشياء ايجابية رح تكون فممكن اليوم توقيع عقد او اتمام خطوبة او زفاف الفترة ممتازة لهاي الامور ولكن طبعا بما انه مقابلك تماما فالو تأثيرات سلبي ممكن يكون في بعض المتاعب العائلية او المهنية او سوء تفاهم ما بينك وبين احد افراد العائلة في بعض الاشخاص ممكن شيء بتعلق بالصحة او صحة احد الاحبة تكون بعافية او هم يهتموا بصحتهم شوي كمراجعات طبية اهم اشي انكو ما ترتجلوا المواقف وحاول انكو تتجنبوا الانتقادات في العمل والحدية اثناء التعامل مع بعض الاشخاص برج الثور طبعا اليوم بما انه القمر موجود في البيت السادس وهي مراحل المقابلة احنا منسميها طبعا بيركز على العمل وعا الصحة زي ما حكينا يوم امس فاليوم ممكن يتراكم بعض العمل عندكم او تنشطوا بانجاز كثير من العمال لدرجة انه ممكن تعملوا ساعات اضافية او وقت اضافي او يكون عندكم متطلبات كبيرة خلال هذا اليوم ممكن تجدوا نوع من انواع التعامل مع الزملاء وممكن يكون لكم تعامل خاص اهم اشي انه اليوم تحاولوا انكو تتحركوا شوي اتباكروا لعملكم حاولوا انه ما تلتهوا بالامور اللي ما الها قيمة او اللي ما الها داعي لانه اليوم يعني في بعض المكاسب اليوم بيحمل نوع من انواع الانشغالات الكثيرة وممكن يعني تنجح في اتمامها اذا بكرت من الصباح ولكن اذا التهيت باشياء فممكن تتراكم عندك حاول انك تنظم وقتك بشكل جيد وحاول انك ما تقصر برج الجوزة طبعا اليوم تشتد رغبتكم في التقرب من احبائكم وتعزيز العلاقة معهم الاجواء جيدة ودعمي لالكم بشكل قوي لدرجة انه اليوم ممكن تحققه كثير من المكاسب هذا يوم مناسب لممارسة نشاط فني او ادبي وبرضو هاي فترة ممتازة واستثنائية ورائعة عاطفيا وماليا وبرضو لا شيء له علاقة بالاحبة او الابناء ممكن يبتسملكم الحظ وتكون عندكم نوع من انواع الفرحة الكبيرة اليوم او يجيكم خبر مثلا يسعدكم بشكل كبير ابتهتموا باستعادة موقعكم وممكن تتحمسوا للبدء في تنفيذ مشروع طال انتظاره اليوم بحمل انفراج وخبر سار برج السرطان ابتحتل الأمور البيتية والعائلية القسط الأكبر من تفكيركم لانه اليوم التركيز كله على العائلة على البيت اهتمامات مناسبات لقاءات مشاكل اعطال مشتريات يعني كله بتعلق في اشيء له علاقة بالبيت والعقار في منكم رح يهتم بمسكن جديد او بحقار او حتى باثاث بوسعكم التفاهم وتعزيز العلاقة مع افراد العائلة اليوم ولكن ممكن بعضكم يضطر للاهتمام ببعض التصليحات المنزلية او غيرها باي شيء بتعلق بالعقار اهم اشي انكم تفقدوا الاتزان وثقة الاحبة ممكن تقلقوا بشأن صحة احد افراد العائلة او ربما مسألة شخصية برضو اليوم بحمل مصاريف اضافية ممكن بعضها يكون صحة برج الاسد طبعا اليوم بما ان القمر موجود في البيت الثالث وهذا بيت حليف وقوي بالنسبة للكم وسعيد ايضا فاليوم رح تنشطوا في امور الها علاقة بالدراسة والامتحانات والنقاشات الترويج لعمل معين او لفكرة معينة برضو جيد للسفر والاتصالات بانواعها حتى لو اجهزة الكترونية او اشياء الها علاقة بالكمبيوترات يعني بكل شيء له علاقة بالتواصل والاتصالات حتى السيارات بوسعكم اجتياز امتحان اليوم وممكن اتعززوا العلاقة مع اخ اوجر اليوم رح تستوعبوا الظروف وتتكيفوا معها بسهولة هاي فترة يعني منعتبرها فترة التواصل بناءة مع الاخرين بتتمتعوا بنشاط ذهني بيسمحلكم بالمنافسة القوية حاولوا انكوا ما تضيعوا الفرص يعني بمعنى اخر قدر الامكان حاولوا انكوا تكسبوا من هذا اليوم برج العذرة تم فرصة لمكسب مالي بيكون على الاغلب من عمل اضافي ومنكم ممكن يحصل على هدية او جائزة وممكن تتركز الامور على امور مالية بحثة اليوم مصاريف تفعات فواتير اقصاط اشياء من هذا القبيل ممكن تقلق لبعض المصاريف الطبية او الاستشفائية الطارئة حاولوا انكوا تناقشوا العقود والمعاملات الادارية بتاني وحاولوا انكوا تدققوا بالتفاصيل ممكن ترغبوا بمساعدة احدهم او تقوم بمبادرة خيرة الفترة هاي على كل صعيد الاموال هي جيدة برج الميزان طبعا اليوم بما ان القمر استقر واعطى نوره وسعيد في نفس اللحظة على جميع موليد برج الميزان فعشان هيك اليوم بعطيه ثقة بالنفس عالي او كبيره بمعنى اخر وبتنجحوا اليوم بتدفع بمصالحكم باي اتجاه شعبيتكم اليوم في تصاعد هاي فترة بتحمل انجاز او تطور لافت اهم اشي انه ما تهملها وحاول انك تكرر المحاولة يد ما بتقدر ممكن يبتسم لك الحظ وممكن اليوم تسعد هيك لاستعادة موقعك او تتحمس للبدء بتنفيذ مشروع طال انتظاره رح تلاحظوا اليوم انو طاقتكم عالية وفي نفس اللحظة رح تلاحظ انك ملفت للنظر حتى للجنس الاخر يعني بتكون مميز برج العقرب طبعا بالنسبة لموليد برج العقرب كمان هذا اليوم متعب لانه القمر استقر في بيت المتاعب بشكل غوي فعشان هيك التعب يعني بظل او الملل بظل مسيطر عليكم حاولوا انك تخلدوا للراحة وحاولوا انو تنجزوا اللي بتقدروا عليه من عمل عاجل فقط ممكن يسود سوء تفاهم او اختلاف في وجهات النظر تحتد من خلالها او تنضغط بسبب نقاش معين اليوم رح تخف وطيرتك وتشعر بالملل وممكن تتأخر المعاملات او تلغي شيء معين او ترغب بالابتعاد عن الاجواء الصاخبة يعني تعتبر هاي فترة سلبية لغاية بكرة صباحا بعدين الاجواء بتتغير وبتصير لصالحك اكثر وبتصير يعني فيها مكاسب اكثر بالنسبة للك برج القوس طبعا اليوم رح يكون في عندكم نشاط اجتماعي عالي جدا واليوم رح تسعدوا من لقاء الاصدقاء وتعاونهم معكم منكم اشخاص ممكن يطلقوا دعوة لحضور حفل او مناسبة سعيدة اهم اشي انكم تتجنبوا العناد وبدكوا تكونوا اكثر انفتاح على اراء ومواقف الاخرين اهم اشي انكم ما تتكاسلوا بادروا لتصحيح الاخطاء واستعادة موقعكم ما بناسبكم البقاء لوحدكم يعني بمعنى اخر اليوم نشاط اجتماعي بحث ومن خلاله ممكن اتحققوا كثير من المكاسب حتى اللي الو حاجة عند صديق او احد الاصدقاء ممكن انه اليوم يطلبها وممكن تتفاجأ اليوم من اتصال احد الاصدقاء بشكل مفاجئ يعني بيكون شخص لك زمان ما ما سمعت عنه شيء فجأة بتلاقيه اما انه حضر لعندك او اتصل معاك او اجاك خبر عنه برج الجدي طبعا هذا يوم جيد للي بيبحثوا عن عمل او بيرغبوا في ادخال تغيير على طبيعة عملهم اليوم رح ينتبهلكم المسؤولون ورح يقدروا جهودكم وممكن تسمع مديح او اطراء او تكريم على شيء معين اهم اشي انك اليوم تقدم افضل ما عندك وحاول انك ما تتهرب من المسؤوليات المكلئ لك او من اداء الواجب لانه ممكن تضر بمصلحتك القمر الان موجود في بيت السمعة فعشان هيك بدعوك انك تستثمر كل فرصة جيدة لا انك تعزز سمعتك اكثر او شيء له علاقة بالشهرة والمكاسب وبالمقابل هذا بيت بامتحن جهوزيتك فعشان هيك ممكن تخضع لبعض الامتحانات او الاستفزازات اللي ممكن تشوه من خلالها سمعتك فحاول قدر الامكان تحافظ على سمعتك وما تخوض باي شيء ممكن يسبب لك اي علامة تعجب برج الدلو طبعا اليوم القمر استقر في البيت التاسع فعشان هيك اليوم نشاطك عالي جدا طاقة عالية جدا موجودة عندكم في بعضكم ممكن يسافر او يستقبل حد جاي من خارج البلاد كسفر بعيد الاتصالات بتكون قوية جدا اغلبها رح تكون مع اشخاص اما خارج البلاد او اجانب او من خلال الجامعات والدراسة اللي عنده امتحان او عنده مقابلة اليوم فهاي فرصة ممتازة وخصوصا الامتحانات اللي لها علاقة بالجامعة او ما بعد الثانوية العامة اللي عنده اليوم نقاش او مناقش الى شيء معين رح يثبت جدارته بشكل قوي اهم اشي انكم ما تستسلموا بانه مثلا خطيت خطوة وشفتها ما مشت معاك حاول انك تكرر المحاولة مرة ثانية بتلاقيها مشت ان شاء الله وثابروا حتى تصل الهدف تبعك انت اليوم بتعتبر في يوم مميز ويعتبر من افضل ايام الشهر وبترتفع عندك الحضوض وفي منكم ممكن يقوم برحلة او يشارك في احتفال او يناقش موضوع معين يعني المكاسب حلوة وجميلة وممكن تستفيدوا منها برج الحوت طبعا القمر الان اتحره من مقابلكم تماما صار موجود في البيت الثامن صحيح انه لسه ما بعطيك الطاقة الكاملة لسه لبكرة يعني صباح يوم الجمعة بتحس بطاقة اعلى ايجابية بالنسبة للك ولكن الان الامور بتتركز على الوضع المالي وبما ان القمر اليوم سعيد فاليوم التركيز رح يكون على تنظيم امركم المالية المشتركة الفرصة رح تكون متاحة لمكسب مصدر شراكة او تعويض والسبب انه اي شيء له علاقة بالمال المشترك يعني اللي بيكون معك شريك فيه زي الزوج او البنك ضريبة تأمين كل هذا اليوم محتى الديون ممكن انك انت تستفيد منها اهم شي انكم ما تهملوا صحتكم ممكن تناقش موضوع تمويل او قرض ما ممكن تناقش مواضيع مهمة وتعيش امتحنات صعبة حاول انك تعالج الشؤون الادارية بضقة يعني وبشكل خاص الملفات الاستشفائية والمالية اليوم اذا لك دين على حد بتقدر الطالب فيه واذا انت بدك قرض اليوم تقدر انك تقدم معاملتك لهذا الموضوع الاجواء تقريبا على المستوى المالي منقدر نحكي انها جيدة وبالعكس ممكن انه اليوم يعني يكون في بعض الاخبار الجيدة اللي لها علاقة بدين او بشيء كان صعب انك تحل بالفترة الماضية هيك بنكون انتهينا من توقعاتنا على هذا اليوم والله اعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اترككم في رعاية الله وحفظه الى اللقاء